انطلقت من ملعب الجامعة الاردنية فعاليات أركض مع زهة التي نظمها مركز زهة الثقافي بمشاركة أطفال متلازمة داون وآخرين أصحاء بهدف دمجها مع المجتمع وقد شارك في الصباق 70 طفلاً ممن يستفيدون من خدمات مراكز زهة في المملكة وقال نائب سمو رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باسل الطرونة إن تنظيم هذه الفعاليات التي تدمج ذوي الإعاقة مع الأصحاء هي أكثر الطرق وأسرعها نحو تمكين ذوي الإعاقة وانخراطها من طبيعي بالحياة اليومية